أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة وشدد الرئيس السيسي خلال لقائه وزير الخارجية التركية هاكان فيدان على أن سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي لإنفاذ وقف إطلاق النار فورا بقطاع غزة في سياق آخر استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي حيث أطلع الرئيس السيسي على التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد هاكان فيدان وزير خارجية تركيا والوفد المرافقة له بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وسفير تركيا بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية التركي نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير الرئيس رجب طيب أردوغان وهو ما ثمنه السيد الرئيس مشيدا بنتائج زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي والتي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين وتم في هذا الصياق استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم تأكيد التطلع لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا بما يمثله من نقلة في مسار التعاون الثنائي على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وبما يعكس العلاقات التاريخية بين الشعبين ويعزز التنصيق والتشاور بين الدولتين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الوضع الإقليمي ونذر التصعيد الخطير في المنطقة حيث أكد السيد الرئيس أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة مشددا على أن سبيل النزع فتيل التوتر المتصاعد يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولية لإنفاذ وقف إطلاق النار فورا بقطاع غزة وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والديبلوماسية مشيرا إلى تحذير مصر مرارا من خطورة توسع نطاق الحرب على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين وكذا مقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها وقد توافقت الآراء خلال اللقاء بشأن خطورة المشهد الإقليمي وتمت إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية كما تم استعراض آخر مستجدات الجهود المصرية المتواصلة والمكثفة للتوصلي لاتفاق لوقف إطلاق نار وتبادل المحتجزين وشدد السيد الرئيس على أن التطورات الإقليمية لا يجب أن تضغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية وفقدان لأبسط مقاومات وأساسيات الحياة كما تم تأكيد ضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967 بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة على نحو مستدام كما استقبل السيد رئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج حيث عرض السيد وزير الخارجية التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضحا أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجاري شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية وإنشاء صندوق قادرون باختلاف والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان فضلاً عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ثمن في هذا الإطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الجهات الوطنية موجهاً بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز كما وجه السيد الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية بما يضمن التحصن الحقيقي والمستدام مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات